بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبشر التمرين الرقم 10 أنشئ مستطيلا A B C D حيث A B تساوي 4 سنتيمترات و A D تساوي 3 سنتيمترات نعم وذلك بانتباع خطوة تالية إذن أول حاجة على اسمه A B فيها 4 سنتيمتر نعم ناخد غرقة هي 0 4 سنتيمتر هذه هي من صفر الى 4 4 سنتيمترات نعم إذن هذه هي A B ها القطع A B ثم الرسمه A D تساوي 3 سنتيمترات تكون عمودية نرسمه بذلك طريقة إن نرسمه بذلك شكل هذا نعم عمودية وتكون فيها تساوي 3 سنتيمترات تساوي 3 سنتيمترات جيد إذن هنا أرسلنا نقطة A وهنا نقوم نقطة B طبعا هنا 4 سنتيمترات للتوضيح وهنا شبوش ثلاثة ثلاثة هنا نعم إذن ثلاثة أحد هنا أحد هنا ثلاثة هنا نقطة D بعدها نكمل نسم باستعمال البرقاء فنا نصبح أجزاء مستطيع و هذه هي قائمة إذن نبدأ بصفل البرقاء و نحن نضع هذه هنا عرض هذه و نجعلها هنا و نعلم نفعل أحدنا نقوم من أمورها نقوم لها ما يرة قياس O A B نعم نتأكد منه هو هذا من وراها سنوضع المسمار هنا طبعا بلازم نغد هذا هذا المسمار وكن ندرك نعم وكرشنه المستطيل نعم المستطيل نعم المستطيل A B C D هذا الترتيب في هذا الترتيب إذن الخطوة اللونة وصمنا القطعة A بفربعة سنتيمتر وصمنا القطعة A D فيها ثلاث سنتيمترات مع الحرص على الزاوية القائمة نعم أخذنا البركار وطبعا وضعنا هذا القياس هذا وضعناه طبعا هنا وضعنا واحد قوس ثم اخذنا هذا القياس هذا اللي هنا نعم وضعنا القوس الآخر تخطوه للمحبان القاسي النسبة تمرين 11 أنشئه مستطيلا بطريقة أخرى E F G H قياس قطرية 5 سنتيمترات وذلك باتباع الخطوة التالية نعم إذن أول حاجة نقل البولة 5 سنتيمترات لدينا القطرة 5 سنتيمترات بمعنى الرسم هو 5 سنتيمتراتي الأولى وهي 5 سنتيمترات لدينا هذا المثلة الكبير الزاب نخذه المثلة أخر منه نعم 5 سنتيمترات نعم نحن ها هي من سافرتها 5 ها هي قطر 5 سنتيمترات بعدها عن السم دائرة إذن قطرها 5 سنتيمترات معنى أن المركز يكون منتصف المركز يكون هو منتصف ها هي دعنا منطق إذن منتصف ها هي منتصف ها هي المنتصف دائرة معنى أن نأخذ الآن البركار منتصف ها هي دائرة منتصف ها هي دائرة مرد ورسم المركز مرد الرسم القطران قطران ساعدة هذه رسم القطران طبعا نقصنزون المركز قطر لاجب أن يمر من المركز هذا القطر ثم نرسم قطران أخر نغير هذا نرسم قطران أخر بحيث. نرسم القطر هنا. نرسمنا هذا القطر ثم نرسمنا هذا القطر. القطر خطر. اذا المدرم لدينا قطعة الاولية. اذا العاقبوهم. عطينا طبعا مستاطية. لابد من الاشارة الى الزاوية القائمة. وهذا القياسي قيزنا هذا. اذا عندناه include 4 زاوية القائمة. هذه الطريقة لانشاء المستطيع. نستطيع ان القطران يموت قايصة. في الرسم الأول نستطيع أن هذا الضلع يقعيس هذا الضلع وهذا الضلع يقعيس هذا الضلع مع زاوية قائمة دابعنا نمره إلى التمرين 12 يقولنا أتابعه إن شاء معين يجي قائل الخطوة التالية إذا معين تكون أطلع كلها متقيسة هنا رسم 3 سنتيمتر هنا 3 سنتيمتر نعم نخطوة في الرسم الأول هنا مستعد نرسم 3 سنتيمتر نرسم 3 سنتيمتر ثم نرسم 3 سنتيمتر ثم نرسم 3 سنتيمتر الحرص على تكون 3 سنتيمتر لأن المعين احتى المعين الأول لأن المعين يكون الأطلع كلها متقيسة نرسم 3 سنتيمتر نجل لأن نسميه الحروق أولا نرسما ثونة إلى الضلع هنا نجحه من المصدر المعين ثم نرسم 3 سنتيمتر مثل هذا الضلع نرجح من المؤسس هنا ثم نجحها هنا ثم نعلم ثلاثة هي من الأحسن أن نضعها في نقطة وعيد قياس ثم نضع هذه القياس فقدرناه إذاً أدنا هذا يترسمنا معين أضلاعهم متقايصة وقدرهم متعامدا أضلاعهم متقايصة وقدروا هذه القياس ونسمي مثلا A B C D أو F G H هذا بالنسبة للتبرين 13 تبرين طبعا 13 أنشئ كل شكل وأرونه نعم نعم هنا سنقوم بحساب التربيعات أو المبات هذا المركز هنا 1, 2, 3, 4, 5 الشعاعات 1, 2, 3, 4, 5 إذا نقوم هنا على المركز ونحسبه 5 1, 2, 3, 4, 5 نتأكد منه نقدره نحطون الشام نعم تقريبا وندوره نعم خمسة مربعة تربيعات نسبة لولا ثم الثانية هذه هي الدائرة هذه عندنا هنا 1, 2, 3, 4, 5 بمعنى الشعاع يكون جونس 1, 2, 3, 4, 5 عندنا خمس 1, 2, 3, 4, 5 هنا نعم ونحطون 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 لنفعة ونحطون نعم اذا تقريبا هنا نسبة لدائرة هذه كذلك بالنسبة لدائرة كذلك ونحطون نصف قياس هنا 1, 2, 3, 4, 5 ناخد النس واحد اثنان ونس. اذا تقريبا هنا. النس. روان دوركة. زيت. من مراها? عدنا هنا واحد اخرى ثانية فيها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ناخد النس ديها. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ناخد النس. ها واحد ها اثنان ها نص قريبا. يعني ثم اعطي هنا اخرى الدائرة الاخرى عدنا هنا فيها خمسة قطر فيها خمسة ناخدوه جونس واحد اثنان ونس. اذا ها اثنان ونس قريبا هنا. ها هي. ها هي تقريبا هالرسم هذا هو هذا. فهو مطابق اليه تقريبا. نعم هادا هو الرسم مطلوب. نعم عدنا السؤال الثاني سنرسم هات الشكل هدا. اول حاجة هالدائرة نحس مش حادلها للشوع. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. اذا فيها خمسة الشوع. وهالمركز واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. اذا نحن 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 نجيبها ليسا مع ميجة قريبا. نعم هيا وندوره. ها ندوره. دائرة. حتى تجب اليكم بوضوح. بان دائرة هي ما كتبنش مزيلا. ساعيدها. ونضغط على القهد هذا يبدو أنها شوية واضحة ثم على الرسم هذا القوس نحن لدينا 1 2 3 4 5 6 7 نحن لدينا 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نحن لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا الرأس هو هذا نحن لدينا 7 نحن لدينا نحن 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 ثم من هنا ثانية قعدنا نحسبها 1 2 3 4 5 6 7 نفس السبعة إذا نحن لدينا هنا نحسبه 1 2 3 4 5 6 7 إذا سبعة هنا نحن لدينا نحن لدينا ونحن لدينا ونحن لدينا تقريباً نحن لدينا تقريباً لدينا وإن كان لدينا خطة صغيرة في اللعبة هذا هو آخر نحن لدينا نحن لدينا نحن لدينا اذا دائرة مكسبة جيدة نحن لدينا نحن لدينا نحن لدينا وعند النساب أولاَ الدائرة كنضحة في السيلوصلية كنتبع عليها وهذا هو هذا الرسم هذا القوس ثم هذا القوس هذا نرسلنا فريقا ريالياتنا ننتقل ولكن التالي الى التمية الى عام 15 معين الى قياس القطر هي 3 و 5 نحن نخذ هنا 5 سنتيمتر وننسى ما نخذه طبعاً لقد نرسمه معينه في القطر وهذا النص ثم نخذ هنا 5 أو 5 سنتيمتر يجب جمس نضعه هنا النص ونقوم بغير ثم هذه النص هذه هي خمسة. إذن هنا ندورها الدائرة الصغرى هذه الدائرة الصغرى. ثم نضع الدائرة الصغرى هذه القطة. نضع الدائرة الصغرى. نضع الدائرة الصغرى. نعم. بالنسبة للرسل هذه هي الرسل. نضع الدائرة الصغرى. نعم. هذه الطريقة. ثم الثمين 15. أنشئ مربعان طبعا. يجب أن تلعه خمسة سنتيمتر. نعم خمسة سنتيمتر. يجب أن تلعه الخمسة. يجب أن تلعه خمسة سنتيمتر. 5 سنتيمترات 5 سنتيمترات مهم نمدها لكي نتقش أشعة 5 سنتيمترات ثم نرسم زاوية قائمة 5 سنتيمترات ثم يكون القياس بدقة ثم يجينا مربقة فهي 5 سنتيمترات إذا نرسم هنا خمسة وهنا خمسة زاوية قائمة نتأكد من ذلك لأننا نرسم خمسة نعم بعدها نرسم خمسة إذا هنا نحاول نرسم مربعة ونضع القياس والنقود الخمسة نعم طبعا ثم مع الدم أنها مربعة فهي الخمسة اللي سنتيمترات كنت هي هنا إذا نرسم مربعة نحن نقوم بإنشاء مربع وأضلع دير المتقايصة وعنده زاوية كل هذه الأربعة قائمة نريد أن نسميه مثلا A B C D في هذا الترتيب نعم الآن تمرين 16 ولاحظوا أن ننشئ مربعا A B C D بقياس قطره ثلاثة إذا قياس قطره ثلاثة أول حاجة أرسم هنا لك القطر ثلاثة ها هي أرسم هنا ثلاثة نعم ثم نأخذ النقود السرية واحد ونص والرسم العامودي واحد ونص ها هي عامودي هنا ثلاثة نرسم الزاوية هنا ثلاثة ثلاثة بعدها نرسم الدائرة نعم إذا نحول مع كل جواب طبعا صحيحة فطبعا أدواء مربع الدائرة من مراها نلاقي الأضلع نلاقيها الدلع ها ثلاثة 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 والدلع الأخير اللي هو الرابع الأضلع متقايصة قطره متعمدة وزاوية هنا ثلاثة لاحظوا إشال أشكال وقياة زاوية نعم 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 هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا 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 60 او رسم القطرة ل頻ة نقطة تعريفة المضمead هناك كثير من فضلك الكارى 18 ماذا لدينا هنا ؟ لدينا A B مثلا هنا أنا A B أحبك لدينا أحد قياس مثلا 4 هنا 4 هنا 4 هنا 4 هنا لدينا A B C أقول لك بيش يكون كاريج نصمعي من البيئة كار هناك قائمة وضع القياس هذه يجب أن يشدها القياس ونضعه هنا ومدام أنه مربع يكفي على غيوش ونضعه هنا والرسمه كاريج يعني مربع أبن السيدين نضعه بحركه اضعه بحركه يقايس هذا يقايس هذا ونضعه مربع ونضعه بحركه كما أنه P Q M N سيكون لونزوج أي P Q M N يكون معين وعندما يكون معين أخذنا هذا P Q و P N يكون مربع مثلا ، هنا عرصنا PQ مثلا فيها ثلاثة سنتيمتر حتى هذه يكون فيها ثلاثة سنتيمترات مثلا هذه فيها ثلاثة إذن هنا PQ وهنا N وعن الساعة النو فقط مدام أن هذه الضيجة تقيسة وعن الساعة النو فقط مربع طبعا هنا نشد هذا القياس وهذا القياس هو هذا القياس تقريبا أعتذر مع هذا هذا البركار يمكن أن يساعدنا بكثير هذا فيحدث هنا تقريبا و ketي يكون مريفا مريفا نرسوم مريفا ثلاثة أعجاب أعجاب نعم ثم هنا يجب أن نترابي سترابي توسن لومو علم رسم القطعة مثلا القطعة فعطى الخاجة سلية عوجه ثم عدنا جيه يتمويننا جيه جيه ستسنتين مدرعة وخص يكون موازلة مثلا علم رسمه ثم علم رسمه رسموا التعامل بشغيل التوازي ونحن نخلص سنتيمتر فقط يعني نخلص سنتيمتر فقط يعني نخلص سنتيمتر مثلا لأخذنا ما هنا هسا مثلا من هنا الهنا يسا ونحن نخلص سنتيمتر هذا هو الترابيسي منحرف لا يحتاج إلى قائب الزاوية حالة خاصة قلنا F G H وتكون هنا سنتيمتر أتمنى أن تكون قد